يلا يا شباب نمبر سيكس احنا قلنا خلاص و لازم دي تبقى قامة لان لقاب لها انكمبليت. فادي مي فاوريت فوتبول تيم ازا ان انجلش وان سيمي كولن استون فيلا. سيمي كولن دي كده صح? ولا مفروض نغيرها? بصوا كده. طبعا احنا قلنا يا شباب السيمي كولن لازم يكون قابلها وبعدها كومبليت. فالسيمي كولن هنا دي كده قابلها كومبليت سنتز مفيش مشكلة. انما اللي بعدها مش كومبليت سنتز اللي بعدها يدوب دي كلمة واحدة بس ممكن كده او ممكن برضو نقول ان دي تبقى لان استون فيلا ده اسم النادي اللي هو بيحبه واسم الفوتبول تيم اللي هو بيحبه. طيب كده احنا الحمد لله خدنا يعني جزء اللي بقى سبيه من الروز. تعالوا بقى نكمل وناخد آآ طوبي جديد. عندنا برضو في حاجة اسمها ده خلي بالك من حاجة مهمة جدا وانت عندك كما في السؤال. a comma should be used only when needed and only when used correctly. يعني ايه كلام ده يا شباب بص كده. تي عندنا missing comma misplaced comma unneeded comma comma splice error. تاني. ممكن تبقى missing ممكن تبقى misplaced ممكن تبقى unneeded ممكن تبقى comma splice. يعني ايه missing ويعني ايه misplaced ويعني ايه unneeded يعني ايه comma splice. يعني خلاص خدنا comma splice error. الله سمشلش راحوتين. missing comma يا شباب لما يكون عندك في sentence محتاجة كما والقما مش موجودة. missing. زي السنتنس دي بتقول لك ايه? when someone calls for help you have to answer quickly. ثين محتاج الكومة هنا يا شباب. حد يقول لي كده? بعد كلمة ايه او قبل كلمة ايه? بص كده. when someone calls for help ادي close. وبعدين close جديد بدء بسبجك جديد دهو. you have to answer quickly. يبقى انا محتاجي الكومة فين. محتاجة بعد كلمة help. when someone calls for help you have to answer quickly. طيب. misplaced. يعني البلايس بتاعها غلط. بصوا كده. at the end of the day. many students thank their teacher. تفتكر الكومة دي هنا كده صح? ولا مفروض احطها في مكان كينه. هنا بتكلم بقى في misplaced كومة يعني في wrong place. قولوا كده الكومة دي مكانها فين احسن? طيب. اول حاجة لازم اقولها لك ما ينفعش نحط كومة between the subject and the verb. لا. لازم السبجيك وال بيكون الدنيا بينهم سالكة كده. ما فيش بينهم اي عوائق خالص. ما فوت تبقى كده. at the end of the day. the introductory phrase. السنتنس بدأ من هنا هي. many students at the subject. ده ال verb. thank their teacher. فطبعا الكومة تبقى هنا. احسن من اي مكان تاني. طيب. unneeded. يلا please. make sure to apply the rules. كومة of the company. ها? كده صح ولا مش محتاج لها خالص الكومة اصلا. صح جدا مش محتاج للكومة. طيب. يبقى انا هنا كده. make sure to apply the rules of the company. بغير حاجة خالص. طبعا احنا نكلمنا كتير في الكومة. قلنا it's too hot today. we can't go out. الكومة دي هنا غلط. لان ال two sentences اللي قبلها واللي بعدها complete. فصعب اني انا. اسيب كومة between two complete sentence. فتبقى احسن سميكولن. طيب. questions بقى. اي رأيكم في 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 sentence دي. the main cause of the problem is the overheating. اي رأيكم فيها? صح ولا غلط? ولو غلط اي صح بتاعها? احنا we don't need any كومة هنا اصلا يا شباب. this is unneeded. مش محتاج لأي كومة هنا لأي شيء لأي سبب الاسباب. طيب فكروا في دي كده. as a child looking forward to the first time I drive a car I couldn't sleep that night. ينفع اقول السنتز دي على بعضها كده من غير اي separation? I don't think so. محتاجة اقسمها شوية. في حتة كده المفروض محتاجة كومة. فين الكلام ده? مع بعض كده. السنتز هنا محتاج. هنا احط كومة. missing كومة. في هنا كومة عندي ناس. طيب. احنا فهمنا كده يا شباب ان في. طبعا دي كده. آآ ان في آآ وفي آآ وفي آآ وفي آآ وفي آآ تعالوا بقى نشوف فيديو تاني على حاجة اسمها transitions. هبعط لكم فيديو دلوقتي برضو. نتفرج عليه وبعدين نكمل شرح. الترانزيشن للشباب او اللينكين words ديب تبقى براعا. words بنستغرمها عشان نلينك between two ideas, two sentences, two paragraphs, two words. تمام? عشان كده بازم نلينكين words او transition words. طيب. اول حاجة لازم تعرفها قبل ما تحل اللينكين word انك تعرف. هي relationship between the two sentences اي. اولا make sure the linking word or transition word fits logically between the two sentences. يعني حضرتك عندك fanboys اللي هما for and nor but or yet so. وعندك adverbal conjunctions اللي هما however not less alternatively instead otherwise. وفي غيرهم وفي غيرهم كتير. طيب. كان اسمهم مجموعتين عشان كل مجموعة بنتعامل معها بشكل مختلف. الفانبويز اللي هما for and nor but or yet so غير ال adverbial conjunctions. طبعا دي بستخدم however, or nonetheless, or alternatively، لما يكون في contradiction between the sentences، زي عم شروطة في الفيديو. Furthermore, واخبتها باستخدمها لما بيكون في continual relationship. Cause and effect باستخدامله consequently、 subsequently وهكذا. لازم نفهم كويس. ان احنا نعرف ال relationship between the two sentences. ولازم نعرف برضو البانكتوائشن. يعني انا حكتين بفكر فيهم لما يكون عندي سؤال بيقول لي اختارها ويفر ولا اديشنالي ولا فور ديس ريزن ولا ديفور ولا ايه بالظبط. لازم اتأكد من الميني وتأكد من البانكتوائشن. دي كده مقدمة سريعة تعالى بقى نحل كده على طول. ونتكلم من اول في الميني. ادي اجزامبل بيقول لك يا سيدي. هي heited so many things about her profession as a teacher. تمام؟ لما يكامل وقول she didn't like to wake up early. يبقى هقول ايه هنا؟ طب لو قلت she retired at an early age. هقول ايه هنا؟ طب لو قلت she enjoyed meeting her students outside the classroom. يبقى هقول ايه هنا؟ طب لو قلت she hated everything about teaching. يبقى هقول ايه هنا؟ تعالوا نقول مثلا مدي سنتنس zero ودي سنتنس one سنتنس two سنتنس three سنتنس four لو هلنك سنتنس zero بسنتنس one ايه رلاشنشيب between دي ودي وهاختار ايه هاختار هوافر ولا ذرفور ولا انفاق ولا فور اجامل اولي كده لو قلت she hated so many things about her profession as a teacher she didn't like to wake up early ايه ده بالنسبال ده هل ده example فهقول for example هل ده عكس ده فهقول however هل ده بيأكد ده فهقول in fact هل ده cause فده effect فهقول therefore تفتكروا في number one هاختار ايه كلمة من دول حد يقولي كده please طبعا زي ما احنا شايفين يا شباب she didn't like to wake up early دي حاجة من الحاجات لا يا محمود لا يا محمد دي حاجة من الحاجات اللي هي she didn't like about her profession as a teacher يبقى كده انا بدي example one specific example على general idea هنا تمام يبقى هقول طبعا for example تفكروا كده في number two لما اقرأ دي الاول وبعدين دي يبقى هحتاج ايه هنا يلا كده هفكروا في number two please بص كده she retired at an early age ليه عملت كده اصلها she didn't like to او she hated teaching تمام فطبعا هنا هقول therefore لان هنا cause and effect دي نتيجة للحدث ده طيب هنا بقول she enjoyed وهنا بقول she hated يعني هنا في ايه بقى مش هوضح اكتر من كده قولي بقى كده هحتاج هنا ايه طبعا هنا اكيد however لان دي عكس دي اخر sentence هقول فيها in fact ليه in fact ليه بقول she hated everything about teaching دي مش بس many things لا ده everything يعني بأكد المعلومة اكتر بعمل emphasis طيب البنكتوشن بقى شبابه دي اخر حاجة انا اخدها النهاردة خلاص البنكتوشن بتاع زي ما اتفقى نحنا عندنا فان بويز اللي هما دول وعندنا اللي هما دول بقى الفان بويز بستخدم قمى قبلهم يعني ايه يعني لما اقول لك she's a great teacher but her students don't like her ادي بط من الفان بويز جاي قبلها قمى طب لو قلت نفس الكلام بس بدأ بما اقول بط هقول however يبقى البنكتوشن هيتغير لاني however دي من ال adverbal conjunctions adverbal conjunctions بقى اخد قبلهم semi colon وبعدهم قمى او ممكن full stop وبعدهم قمى او ممكن تيجي between two commas لو كانت في نص السنتنس يعني لو كانت السابجكت هنا والverb هنا انما in every case احنا بنحط قمى اه سوري بعد ال adverbal conjunctions تاني هنا بقول فان بويز قبلهم قمى يعني قمى قبل فور قمى قبل ان قمى قبل نور وهكذا انما لو واحدة من دول بيبقى بلاها اسم الكولن وبعدها قمى او full stop وبعدها قمى او جاية between two commas زي هنا بس لما تكون في نص السنتنس هنا هي في اول السنتنس التانية انما هنا هي في نص السنتنس تعالوا نشوف بقى ال questions دي تفتكروا السنتنس دي كده صح ولا غلط ولو غلط ايه صح بتاعها فعلا هنحتاج هنا قمى بدل ال آآ السمي كولن طيب دي يلا السنتنس رجائي محمود انت معنا يا حبيبي ولا رأت فين كويس يا شباب برافو عليكم احنا عندنا هنا ده طبعا ومفروض يكون هنا في وهنا قمى زي ما اتفقنا دي مش فان بويز طيب يلا سنتنس كمان عشان اتطمن خلي بالك مش شرط يكون البنكتوشن هو اللي غلط ممكن تكون الكلمة نفسها غلط افكر في البنكتوشن وفي المينيق بردو بلس يا شباب وين on duty you're not totally free انت مش completely free خالص you're not allowed to use your phone دي حاجة واحدة من ضمن حاجات كتير you're not allowed to do يبا هنا ما فيش contradiction يا شباب هنا مش ماشي ممكن يا محمود ممكن هنا أنا بدك example على many things you're not allowed to do تب يالله اخير واحدة weather conditions are changing so we have to wait until we hear the weather forecast please let me know whether this sentence is correct yes that's perfectly all right that's really really good i see that الحمد لله you're improving والحمد لله بس بقى الدرس المدفاير دا هياخد مننا وقتا اكتر فما علش هنستоп here وهبعط لكم ريكور بتاع سيش اندي ترجعوها قبل الحصة اللي جاية عشان نبدأ بقى من المرة اللي جاية نحلي من real tests عشان نتدرب اكتر واكتر واكتر thank you very much for today if you have any questions please stay if not have a very very good evening good luck and goodbye